صارت مشكلة بيني وبين أختي وأنا حلفت تقول صارت مشكلة بيني وبين أختي وأنا حلفت أني ما بدخل بيتها ولا بسلم عليها بس هذا هو السؤال ما عرف يعني هي ما أدري هل تقصد أنه شو الحل ولا تقصد شو أسوي الآن يعني شو حكم الكفارة ما عرف عموما في هذا الموقف ما عرف شو سبب المشكلة اللي صارت بينكم تمام لكن حطي في بالك بارك الله فيك أن الخصومة ما منها فايدة ولازم أنك أنت تهدين الوضع أنت الآن اتخذت موقف يمكن أكبر من الحدث ونحن مشكلتنا في حل المشكلات أننا نتعامل مع الموقف بطريقة أكبر من الموقف نفسه فالموقف عادي يكون مثلا موقف تافة وتحصل ردة فعلنا تكون جدا كبيرة وهذا خطأ فأنت الآن من وجهة نظري اقطعي الشر وحاولي تخففين الأمور وابدي سلمي على أختك أما موضوع أنك أنت حلفتي الحمد لله الدين يسر والدين ما يحثنا على الخصومات اللي عليك أنك أنت تسوينا سلمي على أختك وقدمي كفارة اليمين والأمور طيبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه يعني لو فرضنا أنا الحين حلفت قلت والله ما بأكلم أخوي هل هذا صح لا مبصح غيرها أفضل منه شوه غيرها أني أكلم أخوي مفروض شيء سوي ما أخلي اليمين هذا حجر عثرة أمامي أكفر عن يميني وأمشي والحمد لله على سعة ورحمة هذا الدين فهني كفري عن يمينك والأمور والأمور طيبة ثم النصيحة لك ونصيحة لكل متابع كريم كثيرة من مشاكلنا في البيوت مشاكلنا نحن الأخوة مشاكلنا نحن الأقارب والأرحام أحيانا تجدون أن لها عدة أسباب لكن واحدة من أسبابها المشهورة هي عدم اختيار الألفاظ الكلمات الجارحة التي تكون في المجلس هذه تفر كلمة والثانية ما تتحمل أحيانا للأسف ما نتحرى الكلام الصح ونستهون في الكلمة الله سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن هنا خرجت مخرج التعليل يعني ليش يا الله نقول التي هي أحسن لأن الشيطان ينزغ بينكم في الكلام السيء وفي الكلام الخاطئ فأحيانا لما نجلس في المجالس نفر كلام مزعج كلام فيه فيه نغزات مبزينة هي ما تتحمل ترد عليه وتسوي بعد ذلك المشاكل بينكم في البيت وكما قيل يعني كما قال صاحب كتاب أمثال مجمع الأمثال وهو أبو الفضل الميداني قال من أمثال العرب رب حرب شبت من لفظة رب حرب شبت من لفظة وهذا مثل عربي معروف أن حروب قامت في القديم من أجل كلمة وحدة حروب قامت في القديم من أجل موقف واحد وكلكم أكيد سمع عن قصة حرب البسوس التي استمرت ربما يقولون أكثر من أربعين عاما من أجل موقف فقط صار على جمل وعلى ناطة وأيضا حرب داحس والغبراء في تاريخ العرب كم من أكثر من عشرين سنة من أجل كلمة واحدة فكان معروف عنهم مسألة أن الكلمة أو الموقف التاف أحيانا يعني يصعب المواقف علينا فنحن الحمد لله أمورنا مفروض أن تكون أسهل ومفروض أن تكون أمور طيبة فيها من الوعي فيها من الحكمة فأنا من وجهة نظري بارك الله فيك كفري عن يمينك وحاولونكم أنتوا تصلحون هذا الوضع اللي بينكم لأنه يعتمد كله على موضوع أن شو سبب الخلاف هذا اللي صار بينكم الله يصلح الأحوال